موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرحب بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف التاسع نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من حلقاته لكويت والعالم للفصل الدراسي الأول معكم معلمة غدير ناصر العازمي وسوف أكون برفقتكم لنتعلم وندرس معنا اليوم عنوان حلقتنا الحلقة الثانية هي عناصر البيئة الطبيعية وواحد الموقع تحدثنا في الحصة السابقة عن مفهوم البيئة الطبيعية وذكرنا بأن البيئة الطبيعية هي كل الظاهرات التي تسحط بالإنسان حية وغير حية اليوم سوف نتعرف على عناصر البيئة الطبيعية عناصر البيئة الطبيعية هي العناصر التي وجدها الله سبحانه وتعالى لخدمة البشرية وتتكون من الموقع والمناخ والتضاريس اليوم سوف نتكلم عن أقسام الموقع ينقسم الموقع إلى ثلاثة أقسام بالبداية الموقع الفلكي والموقع المكاني والموقع النسبي أولاً الموقع الفلكي ما المقصود بالموقع الفلكي؟ الموقع الفلكي هو موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرب من الذي اتفق على تقسيم الكرة الأرضية إلى خطوط وهمية ودوائر أيضاً وهمية هما الجغرافيون اتفق الجغرافيون على تقسيم الكرة الأرضية إلى مجموعة من خطوط وهمية متقاطعة وهي خطوط الطول ودوائر العرب وباستخدام هذه الخطوط يمكن تحديد كثير من المواقع المختلفة على سطح الكرة الأرضية وبشكل دقيق بالبداية نتحدث عن خطوط الطول من خصائص خطوط الطول بأنها هي خطوط وهمية غير موجودة على الواقع وإنما هي خطوط وهمية 2- خط جرينج هو خط الأساس ورقم صفر لو نلاحظ عزيز الطالب شكل رقم 5 سوف نلاحظ خط الطول هو خط جرينج 3- يقسم خط جرينج العالم إلى نصفي نرجع أيضا ونلاحظ شكل رقم 5 ونلاحظ بأن خط جرينج يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين قسم شرقي وقسم غربي تمتد خطوط الطول 180 شرقا و180 غربا من خط جرينج 5- تساعدنا على تعيين الزمن ما هي همية خطوط الطول بأنها تساعدنا على تعيين الزمن؟ أي معرفة التوقيت بين الأماكن على سطح الأرض 6- خط الطول 180 لو نلاحظ عزيز الطالب شكل رقم 5 يوجد خط هذا الخط رقم 180 ماذا يمثل هذا الخط؟ يمثل خط التاريخ الدولي ومنه يبدأ اليوم معلومة هل تعلم؟ عزيز الطالب تلتقي جميع مناطق التوقيت في العالم في القطبين الشمالي والجنوبي لذلك إذا سرنا حول القطبين يصبح بالإمكان الانتقال عبر كل مناطق التوقيت في العالم في غضون ثواني معدودة تفسيراً لهذه المعلومة نلاحظ شكل رقم 5 نرى عزيز الطالب النقطة الموجودة في القطب الشمالي هذه النقطة لو سرنا حول هذه النقطة كأننا ندور حول العالم في غضون ثواني معدودة نتعرف على موقع دولة الكويت بالنسبة لخطوط الطول تقع دولة الكويت بين خط طول 46.30 و48.30 شرق غرينج نلاحظ عزيز الطالب صورة شكل رقم 6 وهذه تمثل غرينج ضاحية قرب لندن ننتقل الآن إلى دوائر العرض دوائر العرض هي خطوط وهمية وخط الاستواء هو الخط الأساس ورقم 0 ثلاثة يقسم خط الاستواء العالم إلى نصفي شمالي وجنوبي أربعة تمتد دوائر العرض 90 شمالاً وتسعين جنوباً من خط الاستواء خمسة تساعدنا دوائر العرض على تقسيم الكرة الأرضية إلى أقاليم مناخية مثال نتعرف على موقع دولة الكويت بالنسبة لدوائر العرض تقع دولة الكويت ما بين دائرتين العرض 28.45 و30.500 شمال خط الاستواء وذلك تقع دولة الكويت ضمن المناخ الصحراوي وذكرنا بأن دوائر العرض أهميتها هي معرفتنا لأقاليم مناخية أو لمعرفتنا للمناخ ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام الموقع وهو الموقع المكاني ما المقصود بالموقع المكاني؟ الموقع المكاني هو موقع الدولة في مكان معين مثال نأخذ دولة الكويت ونتعرف على موقعها تقع دولة الكويت في الجهة الجنوبية الغربية بالنسبة لقارة آسيا نلاحظ هذه خريطة العالم نستخرج دولة الكويت بالنسبة لقارة آسيا نجد بأن دولة الكويت تقع في الجهة الجنوبية الغربية تبلغ مساحة دولة الكويت 17.818 كيلومتر مربع تعرفنا عزيزي الطالب على موقع دولة الكويت بالنسبة للعالم الآن سوف نتعرف على موقع دولة الكويت بالنسبة لشبه الجزيرة العربية نلاحظ أمامنا الآن خريطة شبه الجزيرة العربية ونلاحظ موقع دولة الكويت بالنسبة لشبه الجزيرة العربية الشمال الشرقي وبالنسبة للخليج العربي الشمال الغربي هل تعلم أن روسيا أكبر دولة بالعالم من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها حوالي 17.098.242 كيلومتر ثانيا أصغر دولة مساحة هي الفاتيكان حيث تقع في قلب العاصمة الإيطالية روما حيث تبلغ مساحتها حوالي 44% كيلومتر ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام الموقع وهو الموقع النسبي ما المقصود بالموقع النسبي؟ هو موقع الدولة بالنسبة لليابس والماء نأخذ الآن دولة الكويت مثالا تحدها من الشمال والشمال الغربي جمهورية العراق نلاحظ خريطة شبه الجزيرة العربية ونلاحظ بأن الدولة التي تحد دولة الكويت من الشمال والشمال الغربي هي جمهورية العراق وتحد دولة الكويت من الجنوب والجنوب الغربي هي المملكة العربية السعودية وتحد دولة الكويت من جهة الشرق مسطح مائي يسمى الخليج العربي اختبر نفسك الآن عزيزي الطالب ينقسم الموقع إلى ثلاثة أقسام نفكر معا لكي نتعرف بأن الموقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الموقع الفلكي القسم الثاني الموقع المكاني وثالثا وأخيرا الموقع النسبي ننتقل الآن إلى رقم اثنين خط الطول 180 والذي يبدأ مننا اليوم يسمى نفكر معا يسمى خط التاريخ الدولي وأخيرا تقع دولة الكويت بالنسبة لشبه الجزيرة العربية جهة نفكر معا لكي نتعرف بأن دولة الكويت تقع بالنسبة لشبه الجزيرة العربية جهة الشمال الشرقي احسنتم أعزائي طلبة وطالبات الصف التاسع في الختام أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة